اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة محمد اسماعيل للمعلمات ازايكم وعملين اي يا رب يكونوا بصحة وسلامة. النهاردة هيكون معايا درس بسيط وهو تركيب برنامج الكاميرا روح داخل برنامج الكاميرا روح وتفعيله على الفوتوشوب بطريقة سهلة. وهيكون ان شاء الله معنا الثلاث خطوات او الثلاث طرق اسهل من بعض يقدروا تستادموا بيها. ويلا بينا نشوف الحلقة الحلقة متنساش مششير وكمينت وسبسكرايب ويلا بينا. اول حاجة عندنا بيكون اول طريقة عندنا اللي هي الطريقة اللي هي شوية بيكون صعبة الى حد ما وهي بنيجي بنخش على السي وبنيجي نخش على حاجة اسمها يوزر وبنخش على طبعا اسم النسخة بتاعتك انا مسميه عندي ده فانت ممكن تسميه شو بها عندك اسمك محمد احمد ابراهيم حسين جرجس مينة اي ان كان المسمى وبتخش في حاجة اسمها اا ااب داتا وبعاكيا بتخش في حاجة اسمها اا رومينج دوت بندور على حاجة اسمها ادوبي وفي الادوبي بندور على حاجة اسمها الكاميرا رو فيهن بقى الكاميرا رو كاميرا رو اهي الكاميرا رو معنا اهي وبندور على الحاجة اسمها سيتنج. طبعا بيكون معنا ملف بالشكل دوت او الفولدر بيبقى فيه ضوبك هي ملفات الاساسية تأول طريقة. طب الطريقة التانية ايه? الطريقة التانية اسهل من ده بكله بيجي آآ ويندوز هيفتح معنا حاجة اسمها امر الران وبندوز بنكتب كلمة اب داتا وبندوس انتر بيدخلنا على طول على الريمينجة هوت وبن هنا بنخش على ادو بي برضك اهو وبندور على كلمة الكاميرا رو وبنخش على طب الطريقة التالتة الطريقة التالتة بنخش بنفتح معنا برنامج الفوتوشوب بمنتهى السهولة جدا هنستنى ثواني لغاية لما البرنامج يفتح اهو معنا هنا بنفتح معنا برنامج الفوتوشوب وعشان نفعل آآ ملفات البرساتس ودي اسهل طريقة من الاتنين كمان اللي فاتو هنيعمل كالتالي بنجي نختار وليكن صورة اهي عشان نقدر نفعل لها فلتر الكاميرا رو ونجي هنا في حاجة اسمها فلتر وبندور على حاجة اسمها الكاميرا رو فلتر لو احنا مش عافين نوصلها هيفتح معنا اهو ثواني وبنيجي هنا في حاجة اسمها آآ فيه في اربع شرط بيبع على الجنب ده على حسب الاصدار الكاميرا رو عندك انا عندي الاصدار الحديث وبننزل الحاجة اسمها اهو طبعا هنا ملف فاضي بيحصل كالتالي بايجي اغض الملفات اللي انا عايزها وليكن دي او ممكن اخدها ورميها عطول على الملف اللي هو كده اهو وباجي هنا بقول له كده انتقلت معنا الملفات اهيت وبتوقف بسهولة جدا اقدر استخدمها دي بالنسبة للكاميرا رو او بالنسبة لكل حاجة دايبت لو انا هستخدمها او اللي هو بقوله كده ايه بايديه لانا اخش على واحدة واحدة واختارها واشوف الدنيا فيها ايه والادي الاعدادات بتنزل طبعا ايه اللي بيحصل في الطريتين الاولتين اللي انا مباك استخدمه بيبقى الملفات جوه بالكاميرا رو بيبقى هو جوه نفسه انا خلاص بقدر استخدمه معادي جدا ما فيهاش مشكلة وبينزله معي بينزله معي في هنا هو بالضبط معي وقدر استخدمه اللي هو هنا اللي هو شايفين دول اهو وقدم بالنا اهو ده لو انا حب لكن دي الطريقة التانية اللي انا مش محتاجة اعمل ريستارت باغض الملف برميجه وابتدي اشوف المود بتاعي اهو دي المود على فكرة اسمه مودي ده اصدار لسه نازل جديد مدفوع ده ان شاء الله هرفعه قريبا جدا ان شاء الله مع الدرس ده مجموعة كاملة اهي تقدروا تزبطوا الدنيا بتاعتك وتلعبوا فيها زي انتم عايزين دول اسهل تلات طرق تقدر تستخدموا فيها اه وضع ملفات للكاميرا رو فيه تنويه بس حابت انا نسيتها لما جد سجلت الفيديو اه لما عشان نيجي نفعل او نيجي نشوف ملفات الاب داتا والحاجات ديت بنيجي حاجة اسمها وبنيجي هنا في ونبتدي نشيل كل الاختيارات ديت على اعتبار نقدر نفعل او نقدر نشوف الملفات اهي عشان نقدر نخش في عادي وبعد كده بقى الاب داتا واشتغل عادي في الدهون وزا ما قلت لكم عشان الموضوع يبقى معاك وسهل لان الاب داتا هتكون ملابك مخفي ومش يبقى ظاهر ديت اقدار تستخدموا لو انتو حابين التطرية الاولية ومنتنساش منشير وكمينتو سابس كالو لو عاجبكم الفيديو والقاكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته